موسيقى دينا غزالي من ورانا مرسي البرام بتاعنا اسمه غزالي وحالا بس بستاذر ان مخرجنا العظيم نشوف على الترابيزة ايه اللي دينا بتعمله اللي ممكن يبنلك دلوقتي انه حاجة بسيطة تستيل كتابة نفسها اكيد هو الموضوع مش سهل زي ما انتي بتقولي يعني هو الاول انا بختار ابيات الشعر اللي بتتكتب بروح عند الخطات اللي انا بتعامل معي استاذ محمد ابوزة بنكتب مع بعض الكلام ونشوف هيتحط ازاي على الصبوهات بعدين بنوديها تتقص بعدين بتروح تتطرز بخيوة السرمة بعدين بترجع تتقفل تاني فالموضوع بياخد وقت طويل قوي عشان يتعمل احنا الوقت حالا بقى عشان نظرنا ضيق الوقت هنحط التليفونات احنا معنا ست قسام شراء كل قسيمة هي تدهالك تاخد اللي هي عايزين صح كده؟ طيب كلمي عن الالوان هن الالوان من اختياراتك ولا من اختيارات العميل او زي ما بيسموها بالعادي كده الزمون لا هو انا نزلت اختارت الالوان لقيت الالوان دي حلوة لطيفة هما دول انا بس جبت معي خمسة بس هما تسعة انا عارف اه فنزلت اختارت الالوان اللي حسنة لا احنا بذكرين كدهين اما تحذرون لا يا دودو فقلت ان انا اختار الالوان اللي هي ممكن يعني يتناسب جميع الازواء طيب كلمي عن المقاسات المقاسات بتبتدي من 36 ل41 طيب معلش الموضوع يعني انا لما كنت ببص على الصورة او على غزالي براند طيب انا عايزة اعرف صاحب براند او صاحبة براندو يعني انا النهاردة بكلمها بقولها عايزة انني بيتي مقاس 39 الكوت او المقولة الفلانية ولا انت بسي هو انا انا عملت الديزاينز دول فدلوقتي جالي اوردرز كتيرة طب انا عاوزة ده بس لون تاني بس الخيوط تبقى مختلفة اخدت الاوردرز دي كلها بعمل يعني اللون الكلينت عاوزه على البيت اللي هو هيخصاره بسي هو ده اول واحد اتبيع خلص هاو مافيش غلبي احليفي اول النبيتي اعملي منه كتير اكتر حاجة باعت فعلا امر امر وعلى الشاشة ده ده فوشية ولا نبيتي اللي على الشاشة ده ده هو نفسه هو نفس بس اللايتين هو؟ اه بس الغداء مختلف اه يا جماعنا معايا نبيتي بقى جوالستوديو امر 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 اه هو يو السيس حلويني اه هو يو السيس حلويني اه مي طيب الأبيض مكتوب عليه لأجلك إيه؟ ألف مرة أخرى لأجلك ألف مرة أخرى لأجلك؟ أنت لبابا الله يرحمه أنا أصلاً لما هو توفى كان نفسي أعمل حاجة عشان خاطر تفضل صرته موجودة عشان كده البراند اسمه غزالي يعني اسمي دينا غزالي اسم العيلة كان نفسي أعمل حاجة ليه يا روحي فلما عملت ده عملته عشانه الله يرحمه يا حسن ربنا نخليك السلام أول جنة يا رب إحنا تسع ألوان إن بيتي الأخدر الأزرق الأبيض في أحمر في السود السود ها ها جاية إيه؟ عندك إيه تاني؟ يا غزالي هما دول أعتقد في إلي مش طب إفريدي يبقى دودون أنا عايزة لون أصلاً مش عند حضرتك على كوت أصلاً مش عند حديك أو مقولة مش عند حضرتك في ناس لون هما يعني طب لو أنا عاوزة أعمل ممكن أعمل لكم بس ده طبعاً هتبقى حاجة تانية مختلفة تماماً أنا بأيدي زاعة هعمل للديزاين تصميم بقى مختلف وكل حاجة طب طيب أنا أخد الهداية مع بعض يا بسمة يا رب يطلع حظك من اسمك يا بسمة بحبك أوي 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 طب هاتي بوسة بقى بسرعة 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 بوسة دي لي بوسة أحبك أوي بسرعة بسمحك bekommenك كليك ما عايزة تاخذي لون ايه؟ أنا اللون اللون نبيتي جميل جدا' حتلا últimos 6 من ده اسوت بستي هو فيه مكتوب عليهم قبيعة شعر وفيه رسومات مرسومة بالحروف العربي والخطوط دي معمولا ايبا ليه حقيقة دينا دي بالرينة خطيرة والدرس بتاعها على شكل فراشة والنحية التانية فراشتين اتف vapعة اني انا حاب funny لانو مخرج تاعب مينيا لازم يعمل لي الشاشة كلها ايمان مساء خير يا ايمان مساء النور يا رضو ازيك يا روحي كل سنة وانتي طيبة حبابتي يا مدن كريم عليكم شفنا الحاجات بتاعت غزالي الأمر دي او جميلة زيك يا روح علبي زيك وانت وزياء هيا وده طحفة طيب يا ايمو احنا كسبنا تاني ادية من غزالي برانت خليك معي يا روحي ياخدوا بيتك في الكنترول دي بنتك ولا ابنك ولا ايه اللي اتنين في امي بوسي امي يا روحي قلبي بوسي امي خليك معي حبابتي اغدوا بيتك في الكنترول نوحا الابيات ده عايزة فكرة مكتوبة ايه نوحا هاينونو ايه يا رضوة عاملة ايه انا كويسة يروحي تقولون انتك كويسة كل سنة وانتي طيبة كل سنة وانتي طيبة يا حياة قلبي انا بحبك جدا واختي موتني اه واختي جنبك لا مش موجودة يا ماما اللي جنبي طب ندي انتي وماما بقى هديتين من غزالي امي حبيسة كل سنة وانتي طيبين وبذنكر اتفضل يا روحي ام باجدة ضروري بجد والله طيب بوكين لو صبحت ستابين المريتك كانونو في الكنترول جماعة خدتو نوحا طيب ودو ادو نوحا هديتين من عند غزالي ليها وامتها علاشاني رماضان وكده ام حضرتك كنت بتقول الا عاية كتبوليك عايزة اعرف الابيد ده غير ده هو كل فاردة مكتوب عليها حاجة اه عشان نكمل بيت الشعر كبير عشان نكمل فمثلا الشمال مكتوب عليها لأجلك ألف مرة أخرى في النحية التانية نبيتي دي من أحلى الحاجات خطير نبيتي مكتوب عليها عندما أرى عينك أعلامي أن حدود العقلي أعلنت براءتها مني عندك اللي هي الأخضر مكتوب عليها الكل يسقط هي تسير والكل ينحني البينك مكتوب عليها الكل يسقط أمام عيني بجيبي كوتس أو بجيبي بأدخل بقى أدور بحط نفسي كده في مود معين بسمع أغيني بأدخل بقى أدور بلاقي اللي بتشدني قوي ممكن تخذي حاجة من أغنية تكتبيها عليها بصي فكرت بس عشان خاطر الحقوق اللي هي الرايتس وكده بس ممكن طبعا ومكتوب مكتوب عبد الحريم حافظ يعني لو في حد حابب يعني أنا الحاجات دي كلها حستها قوي بتلوني لي لو شفت معيني يا معا هاجر يا جوجو أزيك يا هاجر وأنا بحبك وأدي الدنيا كلها ولي يا هاجر راح نشوفنا الحاجات بتاعت غزالي برانس طيب مبروك عيني خامس هدية من غزالي برانس خليك معين راي أخذوا بلاتك فيه كنترول كده فاضل هدية واحدة وهنا سؤال واحد أنت كدينة أي أكتر واحد فيهم أريب لقلبك أو المقولة أريبة لقلبك هي طبعا لأجلك ألف مرة أخرى عشان باب الله يرحمه يا حسين إني يا روح عالبي طيب ناخد آخر آخر هدية معنا مين سمر إزاي إزايك يا سمور أنا بحبك قوي وأنا بحبك قوي بحبك عشانة جمودك هدي سمور نحن شوفنا حاجاتت غزالي برانس مين جميل وجميل ما أحبت عندك كام يا سمور مين ما أحبت عندك كام واحد واربع واحد واربع طيب ك dahaسب الله en me سألت طيب يا سمور مبروك عليك يا حدية من غزالي برانس خليك معين بدواتك في أخار انتنى وربع معنش أدوى وعلى حاجاتك الحلوة والهدايا الجميلة اللي انتكż شهدتيها للبنات والستات بتاعنا الحلوين كمية سمحتي حاولي تعملي ممكن تعملي جزم ممكن تعملي شنط يعني فينا صلب التبكة بيبقى مفتوح ونصديفك معنا تاني ان شاء الله ونعمل بقى ايه كل سنة وانتي طيبة وانتي طيبة شهدتي هزائلت وغيرات يا حبيبات فاصل قصير جدا نرجع لكم من هي وبس